قائد فريق الدباء إدريس فتوحي كابتن إدريس هارد لك يعني خسارات المباراة مش يمكن بس ثلاث نقاط أكثر من ثلاث نقاط أمام خصم مباشر على مقاعد البقاء أول شي بسم الله الرحمن الرحيم نبارك فريق إمارات و هارد لك لنا فنفس ما قلت كانت مباراة ست نقاط كان لازم يعني على الأقل تعادل تتلعب تعادل فحاولنا نفس ما شفت في الشوت ثاني يمكن شوت لول ما كان في المستوى الكبير الفريقين يعني كانوا أخطاء كتيرة بس حاولنا ندرك الموقف في الشوت ثاني ورجعنا في المباراة بس خطأ يعني يعني ما اللعب المدافع مالنا ممكن دربة جزاء أنا شوفها قاسية بس الحين يعني أنت تعرف لوحد يوم يكون فردية الملعب يعرف أنه في كاميرات في فار المفروض يعني هالأخطاء ما يسويها واحد لازم يكون مركز أكثر بس الحمد لله يعني قدر الله وما شاء فعل حاولنا لين آخر دقيقة الواحد لازم يراجع نفسه عدنا وسبوع الجاي مباراة بتكون صعبة فإن شاء الله نشتغل إن شاء الله يعني نرجع أقول أن كل واحد فينا عنده أحسن إن شاء الله مشكلة تدبع أنك تحس أن خصمه ممكن يسجل عليه متى ما أراد أن يسجل أنت اليوم كنتوا مستلمين اللعب في الشوت الثاني لين سجلتوا هدف التعادل وبعدها الإمارات سجل كما يحلو له صح كرامك يعني نحن ممكن المدرب غامر شوية لأنه يوم سجلنا كنا لعبين بمهاجمين وما كان فيه ارتكاز صريح ممكن الإصابات بعد ما خدمتنا لأنه ممكن أنت عندك ثلاث لعب ارتكاز كلهم مصابين وإن شاء الله يعني الأخطاء لازم ما نسويها يعني أنت يوم تسجل تعادل يعني لازم لواحد يكون مركز أكثر وإنت قادر تسجل في أي دقيقة يعني قادر جيب الجول الثاني في أي دقيقة فلازم نفس ما قتلك يعني هالأخطاء لازم ما نسويها مرة أخرى لازم كل واحد يراجع نفسه كل واحد يعود يشوف المباراة يشوف وين غلط وين سوى الصح فإن شاء الله نفس ما قتلك احنا عدنا أكثر من هذا وعدنا أحسن من هاشي فكل واحد لازم يقلسوا ويراجع نفسه وإن شاء الله بنرجع أقوى إن شاء الله